أنا حصل لي موقف من ثلاثة أيام إن كنت في أحد الحفلات كنت مدعو لفتتاح أستيديو لأستاذ أحمد أيوب الصديقي الحبيب وكان موجود عم أمير عبد المجيد وعم صلاح الشرنوب وحسام حسني وأشرف وشعتوت والحبيبة مون عبد الغاني وحنان وكل الحبايب كانوا موجودين والجخ أول ما دخلت لجيت في وش مين؟ شاب الجخ كمان أول ما دخلت لجيت في وش مين؟ تامر أمين قلت له دا إنت لالتك سودة وكمان جينا لحد هنا بالأمانة الرجل أول ما جاباني قال لي يا شيخ محمود أنا مستعد أبوس على راسك وعلى راس كل صعيدي موجود في الدنيا والله ما وجعد الرجل يبرر هو زميل طبعا وجعد يبرر وجعد يقول أنا للأمانة برضو ما سيبتوش لأنه برضو معلاش لك حق بقى فأنا قلت له بص يا تامر أنا أنا مش هرد مردتش للأمانة على فكرة على الموضوع وكل الناس اللي اتصلوا وخربت الدنيا ومش هرد فيها أنا اكتفت إن أنا أحط الانشود على صفحتي وما ردتش الأسباب كتير أنا تاريخ ومش هقول أنا صعيدي وقوميتي تاريخ ما احترامي لو طلعت الدنيا كلها غلطت في الصعيد ما هي يا جبل ما يهزي لك ريح يعني أولا احترامنا طبعا لكل المصريين سعيدي بحري جبلي الشمال أنا مش عايز أخش قوي في الموضوع ده لأنه زميل في النهاية وهناك قرار يعني قرار ممكن يكون قاسي شوية هو للأمانة للأمانة أصلا برضو يعني يعني هو آل قرار قاسي بس يعني يعني مثل هذه الهفوة تحسب على التامر لأن التامر ليه تاريخ في الإعلام وجاب ليه عم منا الكبير عم أمير طبعا طبعا